موسيقى السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعدد من أصحاب السمو والمعالي موسيقى مسيرة من الإلاقات الأخوية بين شعبين شقيقين وقادة آمنوا بأن المصير الواحد والمشترك وكافة الأواصر من نسب ودين وعروبة وغيرها هي المحرك والداعم لعلاقة بين المنامة وأبوظبي على مستوى قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة خلال لقاءاته مع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى بقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة دائما ما أكد على أن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت على مر التاريخ تقاربا غير مسبوق تمثل في وحدة الهدف والمصير وفي الدفاع عن القيم والمبادئ المشتركة هذه العلاقات الأخوية بين جالته وسمو ولي عهد أبوظبي دائما ما كانت معطرة باللقاءات التي تتسم بالأخوية والعفوية بين الأشقاء حتى أن الهوايات المشتركة كانت جامعة في الكثير من الأحيان بين جالة الملك المفدة وسمو ولي عهد أبوظبي وما ذلك إلا إنعكاس لتقارب الشعبين بقيادتهما وسيرا على نهج الآباء بالحفاظ على العلاقة الوطيدة والإرث الغني للبلدين الشقيقين والخليج العربي العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات شهدت في العديد من المحافل التي تدعم فيها مملكة البحرين شقيقتها الإمارات العربية المتحدة وتبادلها الإمارات ذات الدعم إذ أن جالة الملك المفدة يؤكد على يقين تام بأهمية استمرار التشاور في إطار التنسيق الأخوي المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر